السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة وتاتيك داري لبس عليكم بخير نتمنىكم أن تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم مع الفيديو جديد فيديو اليوم جيد سأقوم بمطلوع بالخميرة البلدية كما سبق وذكرت معكم في الفيديو اللي قبل كيف تحضر طريقة الخميرة البلدية كيف تربي الخميرة البلدية قلت لكم نصدروا في فيديو سأقوم بخير المطلوع البلدية الخميرة فهو هذا نتمنى أنكم تتبعوا من الأول حتى الآخر وستكتشفوا معي جميع الخطوات كذلك جميع النصائح وكذلك كنتم لا تتفرجوا لا تبخلوش اللي اخدكم بوحد لايك على الفيديو بسم الله على بركاته الله ندوز معكم المقادر اللي سأحتاج في هذا المطلوع قدرت تجزلي في دقيق دقيق الأبيض ودرت تزلافة دقيق القمح الكامل مهم الكيمية كتبقى على حساب الأعداد دي الأفراد كل واحدة دير الكمية اللي تناسبوا أنا درت جوز من دقيق الأبيض تزلافة دي الفرس راح تبرك الله خرجت لي أربعة دي المطلوعات كيفما غدي تشوفوا معي في الآخر دي الفيديو صافي هنا أخذت الخميرة البلدية كما قلت لكم لما اشترش الفيديو دي لها غدي نخليه لكم في صندق الوصف أو في أول تعليق متبات بالنسبة للأخوات اللي ممكن يعرفوا شنا هو صندق الوصف راح ميرا ناجحة مياه في المياه كما قد تجي فوق رائع والخبيز كيجي بيها فن يا خبيز يا حريرة يا مكني الصراحة ما حسن منا صحية مياه في المياه شي حاجة اللي زوينا وشوف معي راح اللي تايومين متفاعل الصراحة القرعاء تعمرت وقد جمع واحد الهواء فاش حيط هاد الغطية ديالها بحالي كما قنقوله بحالي تفرق عثي كتكون جامعة واحد الهواء بدك تفاعل الخميرة ديالنا صفي هنا يا أنا غد نخويها في ذاك في ذاك الإناء أو في ذاك صع اللي فيها الدقيق انتمو غد نوريكم ان شاء الله حتى الطريقة كيفاش تقطعوا يعني الخميرة قبل ما تدروا الخمارة الطريقة ديال الام ديالي هذه الطريقة الصراحة باقي عندها حتى لدابة ما كتختش الخميرة البلدية ضروري تكون في العجين ضروري هي الخميرة البلدية ضروري صفي غدين خويت الخالط كما كتشوفوا معايا فاقا نبقى المواد يجب الوستقل يجب ان تفاعل ان الواد اضع القرعة اضع الكمية اضع الريحة اضع الريحة اضع الريحة اضع الحريرة الخبز اضع الخبز بالنسبة للخبز اعجنها في الصباح فالعشية عاد تقدروا انه قمت طيب وقمت في الصواب تقدروا انه قمت طيب اخذ المدة القمير فضعت الحبيبات قمت الخمير اخويت الخمير فحتى القرعة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نقسم القريسة قبل نضيف الملحة 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 خفيف نضيف التفش كي طيب وكذلك حتف ذاك اللبابة دياله يجي بجعب وقطنى يعني كي يجي رائع صافي انتم هنا مهنا بعد ما جنته كما قد تقوم العجينة راكت جي مرخوفة ماشي بحل العجينة ديال الخبز يعني العادي ديال الفران العجينة ديال المطلوع كتجي شوية جريع على الخبز ديال الفران صافي هنا بالنسبة للخميرة كما قلت لكم هذي غدي نضيفها في تلاجة ان شاء الله حتى المرة اخرى نعم لكي يجي نعجر نعم لان كنتي نجمع العجينة ديا ومن بعد ننقص قريصة وعد ندير خميرة دير الخبز و الملحة نستمرنا هنا بعد ما اخمر العجينة انا هنأغطتو الفينة ينطلع هذا المطلوع نضيف هذا الكمية ونقرص في هذا المطلوع كميار أحضر نفضل شهوه من طول عنه كميار والخفاف الخميرile البلدية كميار كميار و معرفة غيء م شيء لم تفضل كان كميار لفل محكم يخضر نشارك معكم الطريقة للحريرة بالخميرة البلدية نشاركها مع اخوتي اخواتي على رأسي وعيني نقرس نطلع الخفيز العجينة مرخوفة نضيفه العجينة مرخوفة نضيفه 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 جميع الخطوات نغطي المنذي لكي اختمر نضيف المطلوع نضيف المطلوع نضيف المطلوع حمر و طيب و خفيف و فش فش و كل شي يزوي هنا فش شوفوا مع جنيبة تدار لكم واحد طريفة كافحة اللي بتي طيب كتعرفوا را تقريبا را تحمر من الجهة دي لتحت غادي نقلبوه مباشرة هانتو ما رماش لجا شهوه 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 منه صراحة راها شي حاجة زويه ناكي نمتلكم جار طاب و واحد لما دقت ذاك الخميرة البلدية راها صراحة شي حاجة و مختلف على المطلوع العادية بزاف دي لفرق يعني بناسهم شوفوا معي الخفة ديالو و غادي نحل معاكم في الاخر دي لفيديو غادي تشوفوا ما شاء الله كيجي يعني ذاك اللي بابة ديالو تحل الجعوب ديال البغرير والله يلافاش يعني فاش كتحلها من الداخل كتجيب حل ذاكتجعاب ديال البغرير يجي خفيف و حد درجة كبيرة صفي هنا يكتحمره من جو الجهات كتحيدو اه المطلوعة ديالكم بعد كتمسحو ذاك المقلاس بشي من ديل و كتولو مستمرين بنفس طريقة كتحطو العجين هانتو مرة ما كاندقو عليه ما قالو كلمة ديالكم مرقو فاش كونو يعني كتطلغ الخبيز ديالكم او كتكرسوه ضروري ترقوه مش كيجيكم هو هادك نيجيكم شغلات بساف انا بالنسبة المطلوع ما كيجبنش يعني ذاك المطلوع الغلاد يعني كيجبني صراحة يكون هو هادك يعني ما غلاد ما رقيق بنفس الطريقة كنبقو مستمرين كنخلي واحدة كتدير نذك طريفات بحال هاكك و كدير بطبيعة الحال واحد الفوقاعة كام الجهة ديالوجه صفي هنا كنقلبوه مباشرة كنحمره من جو الجهات و كنبقو مستمرين حتى كنكمل مطلوع اللي عبنا راح في الساعة كيطيب ما كياخدش واحد المدة اللي طويلة صراحة انا كان طيب فاش طيبتو ساليت اعطيت منو يعني لولداتي يعجبهم الساف يعني المطلوع قليل صراحة فاش كنديرو ما كنديروش دائما و النهار اللي كنديرو كيجبهم خصوصا هادا ديال الخميرة جاهم مختلف على المطلوع العادي كما يجدوكم جا في واحد الماطاق و واحد الرويحة مختلفة جا الصراحة رائع رائع جدا نجربوه على ضمانتي غديعجبكم بزاف خصوصا رمضان كنديروش اي اي اه يعني رمضان على الابواب كنحتاجوا فيه صراح هذا المطلوع و كيجي اشي هو منو كلمة قديروش شوفوا معي الخفا يجي خفيف تشوفو بحلاقة راح بحلي ما هزينش كيجي واحد الخفاؤ صراحة خفيف بزاف فكما كنديروش كما كتلكم هنا غادي نقطع معاكو هادا باش شوفوا من الداخلي يارو كيفاش كيجي جي امتصومو نقطعها على جوش من داخل البابة خفيفة لتعجن الخبز لتعجن الخبز لتعجن الخبز لتعجن الخبز خفيفة 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 رائعة خفيفة تستحق تشاف وتستحق تجريبا تشاهد حسنا لديك الماضي يختلف على المطلع العادي نتمنى أن أعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا بإعجابكم مع أخواتكم وصحابكم مع أشخاص المعرفة والأول مرة تشاهدون القناة نقول لكم مرحبا بكم اشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا تصلوا بكل جديد كاللوحو كيفما نقول لكم كذلك لا تنسوا بإعجابكم اشتركوا مهمة صرحة الصورة في الواقع الكاميرا لحسب الكاميرا لدي شوية مهاتك كاميرا 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 تشغلوا تشغلوا كاميرا على المشاهدين اشتركوا شكرا اشتركوا اشتركوا في القناة